السلام عليكم الحبيبات ديالي كنت منكم تكونوا على خير ان شاء الله وانتو ما قد شاهدو هالفيديو لغدا نحضر معكم في جوج ديال الوصفات وصفة حلوة ووصفة مالحب اه كان بغينا نأكد الاخوات اللي كيشوفوا القناة ديالي اول مرة او للمتتبعات ديالي القدام لما كوصلوا مش الاشعارات حاولوا انكم تضابونا من القناة وتعودوا تقابونا من جديد وتضغطوا على الجرس باش هكي يبقى يوصلكم دائما الجديد لانه فعلا اه كين بزاك الاخوات معك نغيب بزاك بزاك الاخوات لما كيوصلهم لاشعارات اه ديال الفيديوهات اللي كننزل مهمي لكنتم هتمين كنتم انكم تحيدوا الاشتراك يعني تلغيوه وتشاركوا من جديد وتفعلوا الجرس باش هكي يوصلكم دائما الجديد هنا غمضة معكم في الوصفة الاولى المالحة طبعا عندي هنا تقريبا واحد كيلو وربع ديال الطاطا اللي كتتقطوا هكي على شكل مكعبات اللي يكونوا كبار ودينوا مع شوية الملحة والمال كافي اللي غدا تسلق فيه اه هدو هم المقادير اللي غدا نحتاج ان شاء الله في هاد الوصفة هدي ما غدا نشاهده معايا اه وصفة اللي غنية بالخضر خصوصا الاخوات اللي عندهم مشكل معلوم ذات ديالهم ما كياكلوش الخضرة اه هالطريقة اللي كنديره ربما كين بزاك الاخوات اللي كدروا نص الطريقة ديالي اه ممكن ندير الخضرة كن نحك ها باش ما تبانش وعندي هنا بصلة اللي يمكن لكم حتى هي البنات انكم اه يعني تطحنوها شوية ما تديروش هكامش لضيلة بغيتو كتعرفوا بالبصلة كدوب يعني ما كديش بينه وهدي التومة البنات اللي كنت حضرت معاكم والزنجبيل في الفيديو هات يعني الفيديو اللي قبل من هذا اه كنت نزلت لكم الطريقة تحضير ديالهم اه اللي سهله وخصوصا الاخوات اللي كي طيبوا يعني بحالي كيجبهم طيب في الدار يعني كيجبكم اه ديروا لغداء ديالكم اه العشاء اولا بعد الوصفات اللي كنحتاجهم مالحين هكا في القوتي اولا ويمكن نحتاجهم التومة بشكل يومي في الوصفات ديالنا كتعرفوا احنا في المطبخ المغربي كنحتاجوا التومة اززاف وهدي كتكون اسهل طريقة خصصا لكي نعدكم توم بزايد يعني بكمية كبيرة هكا توجدو كيبقى اه ذاكي المعجون تستعملوه بشكل يومي وكيبقى المدة دياله يعني مكت ما كيخسرش بسرعة حاولوا انكم غير تستعملوه ما تخليوش يعني مدة طويلة بزف الى بقى عندكم لكن تدارين كيمية كبيرة ديروها في المجمد را ما كيوقع لها تشي حاجة غير عوض ما تديرو زيت زيتون ديرو زيت نباتي هو اللي تديروه مع الخليط هنا بعد ما وضعت ديك القرعال جزر شوية ديال كوركم شوية ديال ملحة شوية ديال لبزار والفوفل الاحمر او لا تحميرة صافي كتخلطو هاد المكونات كلها لان زنجبيل كيف ما شاهدتو معايا كندرتوه الضري لك اللي عندي في القرعة وصافي هنا كتتخليو ديك الخضير راح تكدبل شوية من بعد كتضيفو الكفتة كتعرفو الكفتة يعني كتطيب بسرعة ما كتاخرش بزاف ديال وقت كنديرها هي اللي اخرى آآ باش ما كنديرش هي اللي ولا كتنشافو كتلق ذاك المديالة ما الاحسن انكم نديرو الخضراء وعاد باش تديرو كفتة بنفس الطريقة كيف ما كتلاحظو معايا يعني يا في ديك خمسة دقائق راها يعني كتبدت يتغير اللون ديالها وكتما زال انا كان شوية ما زال بقى مجمدة آآ ما كنتش طلعتها من قبل وغدا نديرو حد الملعقة كبيرة ديال المعجون ديال الطماطم آآ وكتديرو حد تقريبا واحد الكاس ديال الماء وصافي كتخلطو هاد المكونات كلها وكتخليوها تقريبا واحد خمس دقائق ومن بعد كتحيدوها من فوق النار يعني الخضراء كتكون طيبة لان انا ندرتها اللونة حتى نزلت عاد باش ضفتها ديك كفتة وصافي كي يجي هادا هو شكل ديالا ما بعد ما طابت آآ خليتها شوية آآ ما موجدتها هي وحطيتها تبرد ماشي بالضرورة بلدي وخات وجدها سخونة غير انا كنت مشي تدرت حاجة اخرى آآ صافي من بعد كتتاخدوا واحد مول ما كتدهنوه موالو وكتنزلو فيه ديركت الوصفة كتديرو آآ يعني ماشي البطاطة هي اللولة كتديرو هاد آآ الخليط هو اللول ديال الخوضر مع الكفتة وآآ من بعد عاد باش كتضيفو البطاطة هنا وجدت المكونات اللي غدا نحتاج بالنسبة البطاطة دائما نحاولو انكم تخدموها وهي مازالة سخونة يعني تمع سواء تضطع له هي مازالة سخونة باش هكا ما كيكونش في ديال حبيبات حتى بالنسبة آآ المعقودة آآ من الاحسن انكم تمع سو البطاطة وهي مازالة سخونة هنا عندي معلقة كبيرة ديال الزبدة شوية ديال ملحة وشوية ديال البزار مهم كتفقى على حسب الضوك كتضغطو على ديك الزبدة مع البطاطة مزيان حتى آآ كي نساجمو هاد مكونات وكد آآ ديك الزبدة كالدوب آآ صافي من بعد غدا نزيد آآ بالنسبة للاخوات اللي ما متوفرش عندهم الكريمة را يمكن لكم تديرو في عوض الكريمة تديرو حليب تاخدو كاز ديال الحليب انا درت هنا كريمة ديال الطبخ يعني را متوفرة اللي بغا يديرها وكانت متوفرة عندو دك شي اللي بغينا كتعطي وحد البنة زوينا ويلما كانش ماشي ضروري ديرو آآ الحليب يعني عوض الكريمة ديرو كاز ديال الحليب آآ صافي من المالحة النوع ديال البطاطة حيث كان واحد النوع البطاطة كتخوفي بزيف ديال الحليب ولا الكريمة وهي كتشرب هادي اللي هادي كت آآ هي اصلا الطاطة هادي زوينا مني كتتضغط عليها بفترها لاحظو معي كيف شولت يعني هادي غد تاخدوها هاكا وتديرو مع واحد الكورات دي الصوس مع مع الكفتة وهادي كدي واعرة ومع الشامبينيون اللي بغيتو اما تديروها بالشامبينيون والدجاج اما بالكفتة يبقى لكم اختيار الى ما بغيتوش تديرو مثلا هاد الوصفة هادي طريق الطاطة هادي كتجي بنينة واعرة بزاف آآ صافي آآ بالنسبة للاخوات كيفما كتلكم اللي ما عندهمش كريمة وبغو يزيدوها بالنى يمكن لكم ديرو واحد جوج قطع دي الجبن الجبن اللي تيكون هاكا جبن كريمي آآ اي جبن اللي تيكون توفر عندكم كتاخدو واحد جوج المربعات دي الجبن وكتضيفوهم مع ديك البطاطة او لا ومع الزبدة ولا كتاخدو آآ جوج المعالقة دي الجبن كريمي اي جبن كريمي متوفر عندكم ممكن لكم تضيفوهم مع الحليب صافي وكتخلطو كل شي كتحصلو على واحد الضاطة اللي كدي بنينة دزب دزب. صار حكي جي وعرة. اه صافي ان بعد ما قاعد ديتها في المول كيف ما لحتو معي. في هال اتناء كنكن سخن الفران ديالي على مية وتسعين دراجة باش ما يتحرقش لي الجبن. وكتاخدوا انكم اه عفوا انتاخدوا اللاطة وددلوها شوية الاسفل قرب من الاعلى. يعني تحاولوا انكم ما تدلوش في الوسط ديال الفران. دلوها شوية. ها بطاشي شوية. اه باش ما يتحرقش ليكم داك الجبن وتاخدوا قطيالة في داك المكونات باش ينساجموا في الفران مع بعضهم. ومن بعد ما كتطلعوها من الفرن كيجي دا وشكل ديال. هاك تجي واحد الوصفة اللي بنينة بززاب. تجيلوها هاك كلاشا. اه طريقة تحضير ديالة اللي سهلة. بسيطة. وكذلك كتجي لديدة. هذا هو الاهم انها كتكون بنينة. وكيبغوها الوليدات. الخضرة ما كتجيش بينها. بكسرة داك البنة ودك الماضاق يعني الوليدات اللي عندهم مشكل ما كتجيش بين هديك الخضرة نهائيا كتغطي لها ديك البطاطة من الفوق. يعني لاحظوا معايا ما كيجيش بين. والبنة غادا تخليهم ياكلوا. خي ما يكونوش ياكلوا الخضر. عندي هنا ربعة ديال البيضات. بالنسبة للمولة اللي عندي هذا. راكي هستدل البيضات. انا درت في غير بعين. يعني راتقدر تجي على من هاد الشكل اللي شفتلي ان الحجم دياله كبير. السكر الفاني. وعندي 140 جرام ديال السكر. السكر يمكن لكم ديروا 160 جرام. على حسب انتوا موش نو بغيت وانا احتاج درت في الكرامل. ممكن تضربوا ذاك السكر مع الفاني. اه والبيض حتى كي وشوية ارشة ديال الملحة حتى كي يعني كي تضوب الحجم دياله. حلا بغين ديروا الجنواز. وصف من بعد كتديروا الاستديا اللي معالق تعبرون بالملعقات ديال اليوغورت الطبيعي. استديا المعالق عامرين مزيان او لا كاس ديال اليوغورت طبيعي. اه وضفت كاس ديال الزيت بقياس ديال العنبة يعني كاس اللاروب. يعني تاخدوا كاس ديال العنبة. وتديروا فيه الزيت يعني اه كاس اللاروب ديال الزيت. اه سافيك تديروا اه نصف كاس بالقياس ديال العنبة ديال الحليب. اه سافيك تخلطوهم بعد كتدوا تضيفه في الطحين بالنسبة الخميرة ديال الحلوة كديرو ساشي ديال 16 جرام ومن بعد كنضيف الطحين بالنسبة الكمية ديال الطحين عندي 380 جرام ديال الدقيق لسا عملت انا خاص بالحلويات مهم على حسب البنات يعني النوعية اللي عندكم ديال الطحين انتم عادين تديروا 300 جرام واردين تبقوا تشوفوا القياس مهم حتى يبليكم القاوام في هاد الشكل هادا انا تشوفوا معايا حال هاكا مهم الخالط كي بليكم القاوام دياله كي يصبح به هاد الشكل ما يكونش تغيل بزاف وما يكونش خفيف حتى شي لكن الخالط خفيف راه الكيك ديالكم كي هبط يعني هاتشي لاش بعض الاخوات مثلا كتدير الكيك دياله في الفران كي يكون عاني وكي ينزل لانه كتكون عجينة خفيفة بزاف ولا درتوا طحين كتير راه كتجي مضاقصة وكتجي غليضة وما كي يجيش عندها مهم مشكل دياله حال شي اه ما عندي حتى فورما ما كيعجبنيش دياله الطحين عاودي يكون كتير عندي هنا اه تقريبا واحد اه مصد كاز دياله ديال القرقاع اللي كتهرمشوه كتديرو به هاد شكل يعني مقطع رقيقة بيدكم وكتديروا واحد معالقة ديال الطحين وكتخلطوها مع هاد اه مع المهم مع الخالط ديالكم وكتواجدوا المول اللي غادي تستعملو اه درت لي انا شوية ديال زبدة مع اه شوية ديال الطحين وزنجلان ومرشيت الزنجلان هو الاول ووحد شوية دياله طحينها كارشيتو مع ذاك الزنجلان وآه غدا نحاول اني حلا نحركها شوية يعني نخبطها شوية باش يطلع من ذاك الفقاعات ودخلتها الفران بارد يعني الفران اللي دخلت له الكيك راه ماشي مشعول يعني اه طعفي كتدخلوها كتشعلوها على مية وتمانين درجة كتشعلو الفران ديال مرواحة يعني كتشعلو اه كيف كنقولو لها فرفارة وكتخلوها اه يعني تخدام الفقل تحت شي اللي كندير انا الاخوات اللي ما نتوفرش عنده يعني ما ماشي ضرور يديرو غير فران يعني تشعلو من الفقل تحت وديرو درجة الحرارة المية وتمانين وتحطوها في الرف اللي في الوسط وكتسنو على تقريبا ديك خمسة وثلاتين دقيقة على حسب الفران ديالكم واش كي يخرج لهوا واش كي يحفظ السخونة او لهيضا يعني نحتى المنسبة لانواع ديالفران راها كتختلف من نوع لنوع وصافي زي انت من فوق ذاك الكراميل اللي اسبق لي وحضرتو معاكم في القناة اللي الطريقة ديالو سهلة يعني غت ترجع تقريبا واحد اه الفيديو هات ثلاثة من قبل من هذا غدي نتلقاو الفيديو اللي فيه الكارا الوصفة ديال الكراميل اللي سهلة كما كتيكم بدون كريمة المكونات اللي بسيطان توفرها تقريبا في كل البيت يعني سهلة وكيجي واحد الكراميل اللي خاطة يرجي حاجة زوينة هدا هو المعتمد عن ديالبنات يعني بنسبة للحلويات كيعجبوا لدي اه كنديرو لهم كيجي لديد وسهل اه صافي كيجي شكل ديالها هكا خفيف وزوين وذاك القرقاع رمنشو محمر بنسبة الاخوات اللي غايسولوني واش القرقاع حمرتو اه قبل ما استعملو ما حمرتو ما والو يعني اه القرقاع عادي قطعتو ويعني بيدي ودرتو في في الخاليط لاحظوا معي كيف جات من الداخل اشتركوا على المشاهدة واطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفات اخرى احبكم في الله السلام عليكم